تعالى بقى ان ايه? نلعب اول لعبة بالجزء الصعب. الحقيقة في دقيقة. ده سهل جيت ده كده حاجات كده. ده كده الحاجات اللي هي القابلة للعشا دي. اه. ماشي? حقيقة في دقيقة. يعني اول حاجة. افضلين دي ما خلص ماشي? لا 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 يعني تفلطق ما تفلطرش. اللي حقيقي في دماغك قولهو يا عطوة. ماشي? رفضت انك تشتغل مع جانب سواء كلاسنبرج او بريرا. اه. ليه? انا طلبت بتاعتي ليه محدش جابها لي. فما فهمتش انت هتعمل ايه? بالزبط كده. فرفضت. طبعا. لازم قبل والكلمة اللي ادايقني. اه تعالى بس شوف اللي انت عاوزوا نعمل لك. لأ. قبل ما اخش اعرف. مطلوب مني. اوكي. اوكي. كزا كزا. ما ماشي. ما فيه في الشغل بتاعنا. ما فيش حاجات اللي قلت لأ. ما خدتش حق. بس كلاسنبرج بريرا ما حدش عرض. اه. اه. كلاسنبرج هو اللي كان فيه كلام. اه. وعدت مع مرتين. اه. وعدت مع مرتين وكان مصمم بس انا قلت له اعرف انا اعمل ايه. اوكي. ما خدتش حظك بعد اللي اعتزال في موضوع لاجنة الحكام. ما جربتها مرة واحدة. بس ما حسيتش انك يعني خدت. ما الحيتش يعني ده قبل ما المسابقة يعني قرار كده طلعها. كنت عامل بلان اعتقد انها كانت كويسة. وقلتها كزا مرة. ومخفتش وانا بقوله الخطة بتاعتي. لان مرة واحد بقول انت مفروض ما تقولش الخطة غير ما تيجي. تقول له لا انا اقول الخطة. بس الشطرة انك تعرف تنفزها. اه. لما مهتول اي حاجة بس تنفزها. انا كان عندي يقين ان هنجح فيها بازن الله. وممكن تيجي فرصة تانية ان شاء الله. اه رفضت رشوة عشر تلاف دولار من احد الاندال الافريقية. مزبوط. وتهددت لما رفضتها. اه طبعا. صح كده? اه طبعا. كانت مرة واحدة بس ولا كان اكتر من مرة? كزا مرة بس هي اكترة كانت المرة دي. المرة دي. وفي مرة ساعات. وفي مرة فلوس تدعت لك في الفندق. هدايا اه? لا في فلوس. اه. في فلوس. ومرة هدايا ومرة ساعة مسلا. اه. ومرة واحد تطلع لي زرف في اتحاد معين كده. زرف في فلوس. اوكي. ولازم ترفض بزكاء. متعملش هو الليلة. اه طبعا. اه. لان قبل كده واحد قال لي طب نبلغ كان جهاد مرة معيش. قال لي نبلغ المرائب. قلت له المرائب ممكن يخونه هنو غد قابلينا. احنا نفكر بهدوه. صح. ايه حكاية ضربة الجزائي اللي حسبتها لأحمد عيد عبد الملك بس انت اللي رفضت ان هو يلعبها. ايه ده? صح? انت شرفت في دي. انا عارف. صح? انا عارف. صح? خلي بالك احمد ايه? وشه ايه? مكشر. بيعمل كده بقولها ككابتن حرام. اللي بيعملها دي ممكن يعني اتمنح حاجات كتيرة يعني. اه اه. مما حسب ترك الجزاء على طرق احمد كان بلعف اسموح. ماشي. ازا مالك. وانا عارف ان عبد اللي بيشوت. ماشي. مين الدراف في الكرة دي? مين? مين? احمد. اه. فلازم يطلع. اه. فاحمد بيبصلي بقعو زنزل. كان في السادة سكندرية وانا شاف احمد كده. بالضبط دي. بس غلط لانا عملته طبعا. دي غلط لانا عملته كده بالضبط. اه. انت هو انت احمد ايه? اه. والبانيلة اهو. ماشي. كابتن كابتن مينده علي. اه. اه. احتوصت له كده. لا. اه. اه. طيب ده له صريحة. اه. 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 انا فكر انك يعني عملت انك مش سامع. لا لا لا. اه. ماشي. اوكي. ولأ. ماشي. ودخلت بقى. ليه بقى كنت ليه مش عايزة لعبها. يا راجل مجلني. مجلني بقى له خمستاشر سنة بحكم له. ماشي. ما صدقت حاجة اخدها منه ايه? قانونية بقى. حدش يرجع عليها فيها. بس هو حبيبي طبعا. قلبت الدنيا بتصريح اه الشاي بتاع بشت الفار. ايه حاك عارف مين اللي قال لي? مين? حاكم الفار. هو اللي قال لي. انا عارف من ايه? ان المساعد ان واحد من المساعدين عمل كده. اي اللي حصل بقول له انتو الكورجي ما عطاش ليه? قال لي او الكورجي ما تتكلم في ايه? قال لي في ماتش كزا كزا كزا. حاوزين نطلب الاعادة. لهنا الشاشة الجوهة بلاك. ماشي. طب ايه عام بلاك ليه? بيبصوا لا الفني. الفني شال الكاتل. شال الفيشة بتاعت الشياشة. الكهرباء. اه. وحط فشة الكاتل. اه وبعد كده رجعت تاني. المعلومة دي اللي جبتها من حكم. اه اه اه. فاه فاه. بس قاضي نهى الدنيا تقلبتها. بس الماتش اللي انا عرفته النتيجة ما اتأثرتش بالقرة. اوكي. المبدأ يعني كمهوك تتأثر? طبعا. ده ده هريك ده. اه ده جاي هزل يعني. طبعا هو. اه. زي التصوير بتاعنا. يعني انا بنشد من هنا والله يا كابتن كريم بعد اذنك. طب. زي بمجيب حبراء اجانب للمنتخب. وللحكام نجيب يا عام خبير اجنابي بتاع تصوير. صح. يقعد مع الرجالة بتاعنا. يقول لك النزوم. اه كاميراتك حكايتك ايه صح جدا? ده وضع الكاميرا والزوم بتاع الكاميرا. طبعا. طبعا. بتفاكسل جدا. برافو عليك. ممكن اكون الكاميرا حاطتها صح. بس عام الزوم جامد على اللعيب. شكرا. اه. طب في الانتصال. برافو عليك شكرا. صح. صح. ما فيش حاجة كأنها مش موجودة اصل. بالضبط كده. فاكر اكتر حاجة عملتها قرار اخدته غلطه بعد شوية اكتشفت. يعني بعد ما روحت البيته وشفته في البتاع قلت ازاي انا حسبت الكرة دي? انت بتفزر. ليه? قرار واحد. كتير ها? طب اقول لي كده اكتر واحد فاكره. ولا اهم. اكتر واحد فاكره ده كان برا مصر. ماشي. ركلة جزاء انا حسبتها فلة. ماشي. وكابتن مريشة كرماية حاكم رابع. اه. فضل يعمل لي كده. ماشي. وحمد ابراهيلي حاكم مساعد عمال لي كده. حمد ربيع مشكله معي كده في ركلة جزاء. المهم كرة دي فرقة التانية فضلوا يعترضوا عليها. ماشي. فرقة من جزائر وفرقة من سودان. اوكي. المريخ وفاكس طيف. حيلا. تمام? فانا شايفها تمام? ليت المرائب يا كابتن كريم بعد المباراة قال لي تعالي عاوزك في القوضة عشان رجع على المطش. مم. اقعد على الارض كده الفاكر يوم ده كويس قوي. مم. دي له ضهري كده في قطه. مم. والحكم معين قعد عن ضهره في السرير ضهري كده. مم. فبيقول لي الكرة دي انت حسب تراجل زي. قطلو عارف. انا مطردتش اللي مدافع ليه. مطردتش مدافع? اه انتبسط يبقى انا شايف زي. مم. قطلو لا يا انزار بس اهلا المفروض تطرده. قطلو راجل ايه مش عارف زي. مم. المهم انا انسيت اقول لك حتى اول ما اخرجت من استاد ام درمان. اه. ديت من بيكلم لي بابا الله يرحمه. مم. بابا بيشوف كل حاجة ليه المفروض يعني. او ونقد بقى عظيم ليك يعني. قال لي والله يا سامين بتعمل ماتش كويس بتاع. قال لي بس ايه ركلة جزالة تحسبتها دي. اول ما ايه كريم. طريفه والله ارحمه كان كوميدي. اول ما ايه. اا. ايه. ايه. باسلوبه بقى. قال لي ايه ركلة جزالة تحسبتها دي. قطلو بابا مش عارف رقم عشرة اه ضرب. قال لي درب مين. ولا حاجة. قال لي متأكدت له اه بابا اهلي طهير ماشا انت راجع وراجع بكرا ان شاء الله دي المكالمة اللي جاتي هو انا خارج من استاد فلا هو انت حاسد ان خلاص الدنيا بايزة خالص بايزة لقيت الملاب بقى معايا اتجن انت يا كريم رحت البيت كنساتها فيديو بقى مش سدي بابا الله رحمه خدني من المطار رحت اول حاجة بجري او بهدومك او بجري كان رقوف خليف قالك كرار جريء من الحكم الشاب المصري ركل الجزاء سليم مائة في الماء قالت الحمد لله انا صح في الاعادة بقى الاعادة متر ونص لازم نضارة معظمة بس الملعب غير واحد عد عليك قالك راكل دي في الاعادة بقى راكل كزاء ومية مش بنأتي بس مش فتاش الولد بيعدي كده العيب عد عليه كده وبتاع المريخ السوداني يا كريم نازل بروفيشنال هو مش واقع كمان ده واقع على مرتين مرة على ركبته وعلى ايده بيلف فاللي هو انت اتدربت اه اتدربت جامد يعني اه ماشي بس الحمد لله الفرقة ما خرجتش بس عدت يعني اه الحمد لله الحمد لله حكمت قبل كده ماتش متفوت يعني الفرقتين حد منهم متفوت للتاني هنا وبعد ايه حسيت امتا في الديئة كام تقريبا واحنا بنسخن ايه بدري قوي كده وبعدين ببيت متدايب سمعت جمع اللي يعني بتقول كده ولا ايه بس شايف وعاوز احسف فاول مش لاقي فاول من الناس بيجي بيلمسوا بعض وعملت ايه ولا حاجك مش تقدر تعمل حاجة ولا تقدر تبلغ تكتب في تقريرك هكتب اقول ايه انا حسيت ان الفرقتين اه ما فياش احساس اه لازم دليل دليل اوكي افضل قلهم طبق فين الدليل الملموس بس حاجة وحشة قوي قوي بس من الاحلى ماتشاقة تاني اللي بتاها في حياتي نهائي السوبرليجة في امريكا كان في الفين وعشرة او كان باشوكا المكسيكي ودلس باطل امريكا حالي الاستاد كله كان هم امريكان واسبان طب امريكان ومكسيك او معادة تلاتة من السفارة المصرية ماشي جيين لي انا او كانت يعني دي كانت حالو ده اول ما رجعت رعسام الحضري قابلني في ماتش للاهلي ماشي انا كنت فخور بك انك كنت بتتطرق كان بتزعي على شبكات اي ار تي زمان او ماشي يعني كنت مبسوط اوي انت بتحكم وانا كنت مبسوط اوي بصراحة ام يعني ما فيش حكم افريكي يروح لعب هناك ماتش للفينة ده حالو عويدة كان بتوفيق من ربنا الحمد لله مين اعصر حكم في تاريخ مصر من وجهة نظرك لو انت مش حكم يعني اه كابتن محمود عصمان قولا واحد اه طبعا انا اندخلت التحكم عشانه اه والله يرحمه هو كان حكم يعني شاطر وكابتن محمد حسن كنت يحبه جدا وطبعا سمه كابتن جمال غادون دول تلاتة اللي بالنسبة لي مهمين في حياة التحكمات اكبر خطأ تحكيمي في تاريخ مصر اللي عمله كابتن محمد حسن اه كان كابتن محمد حسن الحكم الله يرحمه بس اللي كان مساعد الحكم كان كابتن عبد روقوفي عبدالعزيز اه والد ياسر عبدالروقوف كابتن عبدالعزيز اللي يرحمه المتوف من شهرين هو اللي علمنا التحكيم. هو اللي اتعلنا القانون. كان يجي على مادة رقم حدقاشر مادة التسلل. دي كان مبطل يقولك دي اصغر مادة واسع مادة. ماشي. التسلل هو ما اختلط عليه الامر بتاع جول كابتن حسن شحاتة. اه. رفع الراية. انا كنت بتكلم مرة مع كابتن حسن شحاتة فقال لي بص انا قادر اكد لك بقلب جامد ان ده اوحش خطأ تحكيمي في تاريخ مصر. هو ما شافهاش. هو ما شافهاش. بابا اللي ارحمه كان ناحية التانية. اه. الماتش ده كان جمعة. ماشي. يا خميس جمعة. فبابا كان بيخرج. ايه جمعة? اه. اه. فبابا كان بيخرجنا كل جمعة نتعاشق مع عرض. واحنا لجينا يا كريم احنا ساكني في مصر جديدة. طلع انا وماما واخواتي. ام. وبابا معنا واحد طلع لنا من ايه? من في الجوة في مدخل عمارة. ماشي. ورا بابا العمارة. بابا قال له في ايه? قال له انا من ايه? امين شرطة من مصر جديد مكلف باحراستك. انا مصر. مصر يا حبالله انا. الله ارحمه بضب وشروط. قال له للا لا لا. ما تجليش انا. الرحي محمد حسام في الجافة الدولة العربية. اه طبع انا هتلاقيه. عبدالوف عبدالعزيف العباسية. بيتاكله دلوقتي. الاتنين بيتاكلوا. كابتن حسام مشكلته. اه. انه بيته قصاد نادي زمالك. ماشي. اه. اقعد تلعتوشر بينزم كانت بوليشي. اه والله. وكابتن. ومتخفي وبتاعه. اه اه اكيد بنازل متخفي طب